موسيقى موسيقى ضمن الأفكار التي طورت أو ربنا عز وجل منّ عليّ بها وأنا سعيد بها فكرة إدراك مشروطية البشر حاول دائماً أن تتعامل مع البشر ضمن مشروطياتهم وأخذت مفتاحها من قولي تعالى كذلك كنتم من قبله فمنّ الله عليكم فتبين لا تشوف حالك أني أنا مشتقيم وأنا نظيف وأنا طاهر وأنا أمين وأنا وأنا أنت ظروفك أعانتك على ذلك أنت نشأت في أسرة محبة وأسرة مهتمة بين أبوين كريمين وشريفين وعفيفين ومستقيمين ومحبين لم يحرماك شيئاً لم تضطر إلى أن تصبح لصّاً صغيراً ليكبر ليصبح حقيقة اللص الأكبر لم 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 ليس عندك ما تصفي عن طريق الكروه والحقد والانتقام بالخيال ثم الانتقام الفعلي ما عندك ما عندك لكن هذا الأخير الثاني الذي تحتقره وتزدريه وتكرهه وتلعنه مر بظروف ربما لو مررت بها أنت تكون أسوأ منه بمراحل حين أدركت هذا أنا سبحان الله يعني ما عندك أقدر أحقد على الناس ولا أكره حتى من يرسي إليه أبداً أبداً أقابلهم بينه بالربي بالدعاء أدعو لهم بالرحمة بالهداية بالصلاح مهما كان موقف الآخرين سيئاً مني الزديق الكافر أعمى الله بصره وبصيرته وأماته وكذا كذا أحاول أن أستغضب نفسي لا أغضب أقول لعلهم مأجورون في هذا الدعاء علي ووصمي وشتمي بما ليس فيه بفضل الله إن شاء الله وأنا أعلم نفسي أكثر منهم أكيد يعني أعرف نواياي وقصودي أقول لعلهم مأجورون ولا مساغ لكرهيتهم لا يمكن أن أكرههم أو ألعنهم أو أدعو عليهم لماذا؟ يتحدث في حدود ما يعلم هو في حدود ما يبدو له يبدو لي دائما أنه مخلص المسكين هو قد يكون مخلصاً مخلصاً للمنظور الضيق الذي لم يخرج منه لو هو تمتع بمثل منظوري ربما يكون أروع مني وأطيب مني صح؟ المهم لا أريد أن أشرح فكرة هذه هذه فكرة سميتها مشروطية البشر أدرك الناس ضمن مشروطية ضمن ظروفهم ضمن أحوالهم ضمن ماضيهم ضمن ضمن ترجمة نانسي قنقر